اشتركوا في القناة ايها الاخوة الكرام ثلاثة احلام تخبرك بقوة العلاقة مع من تحب في احلام ثلاثة لما تشوفهم بداية لا تتجاهلها وابحث عن تفسيرها واعلم ان تفسيرها لها علاقة بقوة العلاقة بشريك حياتك سواء اذا كان صديق سواء اذا كان حبيب سواء اذا كان زوج او سواء اذا كانت زوجة اول رؤية معنا وهي رؤية القطط بصفة عامة فالقطط احيانا تدل على العلاقة الحميمية بين الزوجين وانا لا اقصد العلاقة الحميمية اللي هي العلاقة الجنسية لا انما اقصد العلاقة التي فيها مودة وحب والفة فلو كانت القطة مريضة احيانا هذه الرؤية تدل على يعني سبحان الله العظيم قلة المودة والالفة بينك وبين شريك حياتك فلو كانت مريضة او حتى كانت مجروحة بخلاف ما ارى قطة جميلة ودودة اليفة فهذه الرؤية تدل على قوة العلاقة الحميمية بين شريك حياتك دي الرؤية الاولى الرؤية الثانية وهي رؤية القوارب او السفن علماء تفسير الاحلام قالوا ان السفن وسرها في البحر لها علاقة بمدى ارتباطك بشريك حياتك خصوصا في العلاقة العاطفية ولذلك سيدنا نوح دم ربنا سبحانه وتعالى اعطاه علامة الطفان قال له اجمع لي في السفنة دي من كل زوجين اثنين فقضية السفنة لها علاقة بشريك حياتك علشان كده لما بتشوف الزوجة مثلا ان هي يعني ركب سفينة مع زوجها وهذه السفينة تغرق هنا المشكلة مش في قضية الغرق او في الموت لا ولكن هذه الرؤية لها علاقة بانتهاء الى علاقة بينها وما بين زوجها ومع شديد الاسف ولو شافت السفينة يعني ضائعة او تائها في البحر فهذه الرؤية تدل على ان هذه الاسرة تشعر بالتوهان وبالضياع سبحان الله العظيم الرؤية الثالثة وهي رؤية شريك حياتك اثناء قيادته للسيارة فلو انك تملك سيارة وتركب فيها مع شريك حياتك هذه الرؤية جميلة جدا لكن بشروط ان تكون السيارة جديدة ليس فيها عطب ليس فيها كذا ولا كذا ولا كذا اما لو كانت السيارة جديدة فالمعنى جميل جدا ويدل على العلاقة الجيدة بينك وبين شريك حياتك تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته